ثم شرع المؤلد رحمه الله بالقسم الثالث كأن ساعي يسأل المؤلد رحمه الله يقول. من اجل على انه لا يستخف احد ان يعبد الا الله. فذكر بطلان عبادة من? ذكر اول باب بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وبطلان عبادة الاصنام بطلان عبادة ما سوى الله. واذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ان غيره من باب اول. وفي الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة عليه وسلم. وهم افضل ما يكون الى الله على خواصة نئاته. يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. يخافون? اذا بطلان عبادة الملائكة عليه وسلم. والثالث بطلان الشباعة والرابع بطلان انهجان. مفهوم? فاي انسان يسألك ما الادلة على بطلان عبادة ناس شوى الله? تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ما رسول الله? بابٌ ايذ يكون ما لا يخلقوا شيء منهم يخلقون. وتسرج عليه باب. بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. سليني من ما لما سيت. لا اغني عنك من الله سيء. يقول الشيء رحمه الله. يقول فاذا صرح. وهو سيد المنسلين عليه الصلاة والسلام. بانه لا يبني شيئا عن سيدة نساء عالمي فاطمة رضي الله عنه. وآمن المفر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق. ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم من الشرك والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم تبيع مناه غربة الدين وترك التوحيب. بطلة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في غطة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغير. خرج الانفع. صح? لا بل ما ضيهم. وفيها ان النبي صلى عليه وسلم بشر يلا يستطيع ان يجفع النفسي أدناهية فضلا يجفع الغير. وفيه ان شد الناس اقتلاءا الان بيحثم من امثل في الامثل. وان الله اذا حبه قوما ابتلاهم. كما مضيط له الريضة. وان اخذ لا يبني عن احد الشيء. وفيه ان الله سبحانه وتعالى اراد ان نتعلم اثر المعصر. واراد الله سبحانه وتعالى يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيموت. يلحق ما يلحق البشر. ماذا يصنع الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. مطلال ايضيكون ماذا يخلقه سيء. هذه الآية فيها مطلال العبادة من اربعة دعوية. انها لا تخلق ومن لا يخلق. لا يخلق. وهي مخلوق الى هي مفتقرة لغيرها. ولا تستطيع نصر داعين. لا تستطيع نصر انفسها فضلا تنصر غيرها. والذين تدعون بدونه ما ينتكون من قتبين. لا ليس لهم ملق. والله سبحانه وتعالى ملك ومالك. ان تدعوهم لا يسمع. كيف تدعو من لا يسمع? يا ابد. لم تعمل? ما لا يسمع? لا يسمع. ولا يبسر. طيب ممكن يغني? قال ولا يغني عنك شيخ. لا قليل ولا كثير. كيف تعمل بدون الله تعمل الجير? الباب الثاني اللكر فيه بطلان عبادة الملائك عليه السلام. وهو اقرب من يكون الى الله. يحصل لهم عند كلام الله الفزع والحوم. وفيه امانة جبريل عليه السلام. والرد على الجفر والفجرة الذين يقولون خان الامين. كيف خان الامين? كيف تعمل? اما امين او خاص. الله سبحانه وتعالى يجعل جبريل مؤثمر عن الوحي. ثم بعد هذا يوم بالخيانة هذا الكفر اكبر. خان الامين يقوله فصدى عن حيدر. حيدر لقب لعلي رضو الله. وفيه ان جبريل عليه السلام ينتهي بالوحي حيث امره الله. وفيه بات سفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه الله سبحانه وتعالى.